نروح بقى للموضوع التاني وهو خبر ان القوات المسلحة المصرية بتفتتح نادي وفندق اسمه رويل جويل في المنصورة بعد انتهاء اعمال تطويره قالوا انهم افتتحوا ادارة نوادي وفندق قوات المسلحة فندق جريل اسمه رويل جويل في المنصورة بعد ما حدثوه طيب ايه خريطة الفنادق بتاعة جويل دي في مصر احنا عندنا في القاهرة في في الزمالك وفي النصر وفي الدقي وفي العجوزة في المعادي جبل الاخضر وجلوريوس وسبورت سيتي عندنا في اسكندرية في جويل الرمل وجولدن 26 يوليو العصفرة العجمي المندرة عندنا جويل في شرم الشيخ وفي بورسعيد والجميل في بورسعيد باني سويف في مطروح في لقصر في المينيا عندنا جويل إن في المنصورة وجولدن جويل في الإسماعيلية وجويل فايت في الإسماعيلية وجويل أسيوت طيب الحقيقة انه يعني في رئي الإعداد لما جينا نفكر في القصة هم مشكورين اشتغلوا على زاوية مهمة قوي وهي فكرة ايه احنا مش طالعين بقى نتكلم فنادق قوات المسلحة وعملوا لا احنا طالعين نتكلم على المكسب والخسارة يعني ايه لما الجيش بياخد فنادق زي دي احنا كسبنين ايه وخسرنين يا جماعة ايه اللي بنخسره كبلد كمواطن كشعب كاستثمارات كاقتصاد ككل حاجة لما قوات المسلحة المصرية تفتتح فنادق زي دي وتاخد فنادق زي دي تعالوا نشوف مع بعض فنادق جويل ما الذي يسرقه الجيش منا بالاستحواذ على هذه الفنادق احنا بنتكلم ان احنا ممكن نقسم تكاليف مشروع الفنادق لعدة عوامل لو بدينا بالارض الاول الفنادق الكبرى لو عملنا حساب تقريبي كده عن طريق الخرايط فان فندق جويل النصر مثلا هو من اكبر فنادق السلسلة بيقع على مساحة 1650 متر مربع سعر المتر المربع التجاري في مدينة نصر بحوالي 50 الف جنيه اجمال التكلفة التقديرية للارض بتاعة جويل النصر حوالي 82 مليون و 500 الف جنيه نحفظ الرقم ده الفنادق المتوسطة بنتكلم على متوسط سعر الارض حوالي 30 الف جنيه خارج القاهرة للمتر المربع الواحد مساحة الارض الفنادق جويل المتوسطة حوالي 777 متر نص المساحة تقريبا اللي كنا بنتكلم عنها فاحنا بنتكلم في حوالي جويل الجميل مثلا في برسعيد تكلفة الارض بس حوالي 23 مليون و 310 الف جنيه ده تقريبيا طبعا اما الفنادق الصغيرة في السلسلة اللي هي الجيش بيستحوز عليها دي او بيفتتح فيها حاجة جديدة فهي حوالي مساحتها 280 متر مربع الارض تقريبا المتر هناك تقاتين الف جنيه تكلفة الارض بتبقى حوالي 8 مليون و 400 الف جنيه لو حسبنا تكلفة اجمالية للاراضي على احتساب العشر فنادق الكبرى اللي عندهم وتمن فنادق متوسطة وتمن فنادق صغرى فاحنا تقريبا بنتكلم عن تكلفة اجمالية لاراضي فنادق جويل بتتجاوز مليار جنيه في اقل تأدير لكن القوات المسلحة لا تحصل على الاراضي بالتمن الطبيعي نظرا لمنحها امتيازات من الرئاسة فالمفترض انهم يدفعوا المليار جنيه لا مش بيدفعوا اي حاجة يعني بيدفعوا حاجة بسيطة كده رمزية او يمكن بيتملكوا الارض لانه بيطلع قرار من الرئاسة فاول خسارة في الخبر اللي بنتكلم فيه هي خسارة الارض ان احنا الارض لها قيمة لكن القوات المسلحة المصرية مش بتدفع القيمة دي النقطة التانية هي حجم الفنادق تعالوا نشوف مع بعض كده هنلاقي ان عدد الغرف والمساحات العامة زي المطاعم القاعات المناطق الترفيهية ده بيعد عنصر تكلفة رئيسي في مشاريع الفنادق لو شفنا الفنادق الكبيرة هنلاقي ان المساحة بتاعتها عدد الغرف تقريبا بيوصل لمية اوضة وبيبقى فيه مطعم كبير ومطبخ كبير وصالة طعام كبرى وست قاعات في المتوسط ومطرفهية الفنادق المتوسطة بتتكلم في حوالي خمسين غرفة بالاضافة لمطعم متوسط مع صالة ومطبخ واربع قاعات في الفنادق الصغرى بيبقى فيه حوالي خمسة وعشرين قوضة ومطعم صغير مع مطبخ وصالة وقاعة او اتنين بحد اقصى طب التكاليف بقى لو جينا نشوف احنا هنا تكلمنا عن الاساسيات تكلفة الغرف لو هم ميت غرفة في امتين وخمسين الف جنيه تقريبا فانت بتتكلم في حوالي خمسة وعشرين مليون جنيه تكلفة الغرف بس تكلفة المطعم حوالي سبعة مليون جنيه تكلفة القاعات لو ست قاعات في اتنين مليون جنيه فانت بتتكلم في اتناشر مليون جنيه تكلفة المنطقة الترفيهية حوالي ستة مليون جنيه فانت بتتكلم انه التكلفة بتاعة الفنادق الكبرى حوالي خمسين مليون جنيه للفندق الواحد فنادق المتوسطة تتكلم في خمسين أوضع في ربع مليون حوالي 12 مليون ونص المطعم حوالي خمسة مليون أربع قاعات في مليون ونص بستة مليون يعني تقريبا الفندق المتوسط المساحة أو الساعة بيكون تكلفته 23 مليون وخمسمائة ألف جنيه الفنادق الصغيرة بنفس الحسبة 25 أوضع في ربع مليون بستة مليون وربع المطعم ثلاثة مليون ونص قاعاتين في مليون ونص بثلاثة مليون يعني تقريبا جنيه. انت بتتكلم تقريبا في سبعمية وتسعين مليون جنيه. لكن الجيش بيعمل ايه في الحاجات دي الحياة مش عارفين. انت بتتكلم في مرافق خاصة بالفنادق زي حمامات السباحة زي مراكز اللياقة البدنية الاسبال السونة المطاعم الحاجات دي كلها. فانت بتتكلم في الفنادق الكبرى ممكن تحسب تقريبا ان المرافق دي بتتكلف حوالي اثنين مليون جنيه. كويس في المتوسطة مليون. وفي الصغرى حوالي سبعمية خمسين الف جنيه. فتقريبا حوالي اربعة وتلاتين ونص مليون جنيه. لموضوع المرافق. برضو التكلفة دي محتاجين نعرف. بيتدفع منها ايه ما بيتدفعش منها ايه. بنخسرها كشعب كبلد. ولا لا الجيش بياخدها بامتيازات عاملة ازاي. كل دي اسئلة مهمة جدا. لازم انها تطرح. في موضوع التصميم والبنى. تكاليف التصميم والبنى بتتضمن تكاليف الهندسة المعمارية والبناء والمواد والتجهيزات. لو انت بتتكلم على فنادق كبيرة في السلسلة اللي احنا بنقاشها بتاعت جول. فانت بتتكلم في عشر فنادق تكلفة التصميم تقريبا عشرة مليون جنيه. في عشر فنادق يعني ميت مليون جنيه. الفنادق المتوسطة حوالي اثنين وثلاتين مليون جنيه لانه هم ثمن فنادق والتكلفة بتبقى اقل حوالي اربعة مليون. والفنادق الصغارة لو هما تمانية في تسعميه الف جنيه للفندق حوالي سبعة مليون ومتين الف جنيه. يعني تتتكلم في تكلفة اجمالية في موضوع التصميم والبنى والحاجات دي حوالي مية تسعة وتلاتين ومتين الف جنيه. متع وتلاتين مليون طبعا ومتين الف جنيه. الترخيص والتصريح انت بتتكلم عشان تطلع التصريح بتضيف تكاليف كتير الحقيقة عشان توصل للكلام ده لكن طبعا مع القوات المسلحة المصرية حضرتك لا بتدفع ولا بتعمل ولا بيتكلف عليك اي حاجة التقرير الجاي يمكن يلخص لنا الحكاية اللي احنا بنحكيها انا ليه بحكي لحضرتك الكلام ده هو برضو مش استعراض ارقام مش طالعا اقول لك احنا جابنين قوي في الارقام هي الفكرة انه الجيش لما بيسيطر على الكلام ده وبيكلف الدولة هذا الكم من الخسارة في الارض في الانشاءات في المرافق في التصميم في الحاجات دي كلها اللي هي وصلة الارقام فلاكية وبياخدها برخص التراب واحيانا بياخدها من غير فلوس وبيشغل فيها العيال المجندين صخرة وما بيدفعش عليها ضرائب ما بيعملش عليها اي حاجة كل دي خسارة للبلد كل دي خسارة للاقتصاد المصري وده الحياة بيوصلنا للتقرير الجاي ان مصر في المرتبة 61 عالميا في تنافسية السياحة والصفر وده امر طبيعي الحقيقة التقريير من العرب الجديد في 21 مايو 2024 مؤشر تطوير السياحة والصفر الصادر على المنتدى الاقتصادي العالمي قال ان مصر في المركز 61 في تقرير تنافسية السياحة والصفر سنة 2024 من بين 119 دولة على مستوى العالم وانه في المركز 11 على مستوى الشرق الأوسط وقالوا انه نقاط الضعف اللي تسببت في تأخر مصر عدم تقديم خدمات صحية للسياحين ضعف اجراءات الامن والسلامة عدم جهازية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بقطاع السياحة الى آخره ده نموذج صغير جدا من قطاع واحد فقط في الدولة المصرية خدنا خبر وبنينا عليه الأرقام اللي احنا قلناها لحضرتك عشان نقولك وجود القوات المسلحة المصرية بالشكل اللي سيء الذكر عبدالفتاح سعيد خليل السيسي اطلق يدها فيه ده بيؤذي الاقتصاد المصري وبيخصر البلد الدين